اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر ابتدينا نتكلم عن مضادات التجلط الادوية اللي بتعمل سيولة وتمنع الجلطات بنقول عليها anti coagulants وعملنا الحلقة الاولى اتكلمنا فيها كده عن مقدمة الاول وعرفنا ازاي الجلطة بتتكون واتكلمنا عن تحليل السيولة وابتدينا نتكلم عن الادوية نفسها بتاعة ايه مضادات التجلط فاتكلمنا في الحلقة الاولى عن الهبارين بأنواعه بعد كده عملنا الحلقة التانية وتكلمنا فيها عن الورفرين أو المشهور باسم ماريفان والحلقتين دول هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت طبعا لازم تشوفهم لأن الكلام مترتب على بعضه ودلوقتي معدنا مع الحلقة التالتة اللي هنتكلم فيها عن مضادات التجلط الجديدة ودي أدوية مهمة جدا جديدة لا يخلو منها امتحان لو أنت طالب أو بتدرس والأدوية دي مستقبلها واعد جدا وشوية شوية هتاخد مكان الماريفان وهتاخد مكان الهبرين زي ما هنعرف مع بعض في الحلقة بنقول عليهم أو سعاد بيسموهم أو الأدوية دي اللي هنتكلم عنها فصحصح معايا وركز عشان تبقى فاميليار للحاجات دي ويبقى عندك فكرة عن الأدوية دي وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو مضادات التجلط الجديدة دي بدأ التصريح باستخدامهم في 2008 واحد ورد تاني والدراسات أثبتت أنه هم تأسرهم زيه زي الوارفرين أو الماريفان بالزبط ويمكن أقوى وأكثر أمانا من ناحية أن نسب النزيف معاهم أقل نزيف المخ اللي بيحصل معاهم أقل من الماريفان أو الوارفرين والفيتال هيموريج النزيف المميت برضو نسبه أقل معاهم ومميزات تانية كتير زي ما هنعرف بتميزها عن الوارفرين أو الماريفان يمكن الحاجة الوحيدة أن نسب الجي آي بليدنج لنزف من الجهاز الهضمي أكثر معاهم شوية مع هذا الإبكسابان لقوه زيه زي الماريفان أما البقيين لنزف من الجهاز الهضمي يمكن أكثر شوية معاهم ولقوا أن إحنا لو قللنا جرعاتهم واستخدمنا جرعات أقل بيبقى زيهم زي الماريفان أو الوارفرين بالزبط لكن في المجمل هم أحسن وأفضل من الماريفان أو الوارفرين زي ما هنعرف مع بعض ودلوقتي خد فكرة عنهم بس النوع الأول اسمه دابيجاتران دا دا دايريكت ثرومبين انهابتور يعني بيشتغل بشكل مباشر على ثرومبين شوف الحلقة الأولى عشان تعرف ثرومبين دا مكانه فين في الكواجليشن كاسكيد المهم أن الدابيجاتران اسمه أو الميكانيزم أكشن بتاعه يعني دايريكت ثرومبين انهابتور وفي السوق موجود باسم براداكسا بتركيز خمسة وسبعين أو مية وعشرة أو مية وخمسين ميلي جرام أما الثلاث أنواع اللي فضلين اللي هم ريفاروكسبان، إبكسبان، إدوكسبان فالميكانيزم أكشن بتاعهم أن هم دايريكت أكتيفيت فاكتور تين انهابتورز يعني بيوقفوا نشاط عامل التجلط رقم عشرة النشط برضو شوف الحلقة الأولى والريفاروكسبان موجود في السوق باسم زريلتو أو ريفاروسباير بتركيز اتنين ونص عشرة خمستاشر عشرين ميلي جرام والإبكسبان زي إليكويس أو إكزارونت بتركيز اتنين ونص وخمسة ميلي جرام والإدوكسبان زي الإدوكساجريل أو كواجلوبان بتركيز خمستاشر تلاتين ستين ميلي جرام وزي ما قلتلك الأدوية الجديدة دي بدأت تاخد مكان الهبرين ومكان الورفارين بشكل كبير جداً وما زالت الدراسات مستمرة عليهم عشان تدخلهم في أمراض جديدة وفي إنديكيشنز أو دواع استعمال جديدة والحد دلوقتي دواع الاستعمال بتاعتهم إيه بقى؟ رقم واحد فيناثرومبو إمبوليزم أو بلموناري إمبوليزم تريتمينت يعني بنديهم في علاج الجلطات الفينس الوريدية زي اللي بتيجي في الساق مثلاً أو علاج الجلطات الرئوية الإنصمام الرئوي أو جلطات الشرايين بتاعة الرئة كمان ممكن نديهم في حالات الوقاية من الفيناثرومبو إمبوليزم أو البلموناري إمبوليزم برضو عيان مثلا رائد وخايفين يجيلوا جلطات من الرائدة وكده ممكن نديله هذه الأدوية كمان ممكن نستخدمهم في حالات الـ AF الرجفان الأوذيني في بعض الحالات طبعا بس بشرط انه يكون non-valvular AF يعني يكون مفيش مشكلة في صمامات القلب لانه لو valvular AF يبقى لازم ناخد وارفرين أو ماريفان كمان ممكن نستخدمهم في بعض الأمراض inherited or acquired thrombophilia الناس اللي عندها بروتين سي وبروتين اس ديفيشينسي الناس اللي عندها فاكتور فايف ليدن ديزيز والحاجات دي ايه هي مميزات هذه المجموعة عشان تبدأ تسحب البصات من تحت الهيبرين والوارفرين ايه المميزات يعني؟ اول حاجة ان هم ليهم predictable anti-coagulant effect يعني تأثيرهم كمضادات للتجلط بيبقى متوقع ومفيش في مفاجآت كبيرة مش زي الوارفرين مثلا وكمان ان ليهم wider therapeutic window يعني المستوى العلاجي كبير مش مثلا لو مستواهم زاد شوية صغيرين يبقى ده toxic ويعمل لهم مشكلة او قل يبقى sub therapeutic لا مستواهم او النسبة بتاعتهم اللي تخليهم يدوا تأثير الرنج ده كبير والحاجتين دول يخلوك ما تحتاجش monitoring للعيان في معظم الحالات ودي برضو ميزة مهمة ان انت تدي للعيان الجرعات بتاعتك وخلاص في معظم الحالات لا نحتاج monitoring او مراقبة مستواهم بتحاليل معينة مثلا الوارفرين او المريفان كان لازم تتابع بال INR الفرقشنيتد هيبر المزل كان لازم تتابع بال aptT اما هنا مش مطلوب متابعة كمان احنا بنديهم ب fixed doses يعني جرعات سابتة مش زي الوارفرين الوارفرين يقولك اعمل INR وعد زود لحد ما توصل للtarget الناس تلاقيها ماشي على خمسة الناس تلاقيها ماشي على تلاتة ميلي جرام في الوارفرين يعني الناس تلاقيها ماشي على تمانية لا احنا هنا جرعاتنا سابتة ودي طبعا ميزة مهمة جدا كمان ان ليهم فيو drug interactions تفاعلاتهم مع الادوية التانية قليلة جدا هناك لو شفت في حلقة الوارفرين مرضتش اقولك اسامي الادوية وسبتلك الصور لانهما كتير جدا العيان اللي بياخد مريفان ممكن يحصل معا تفاعلات مع ادوية كتير جدا اما هنا في النيو اورا الانتي كواجولانس فالادوية قليلة اللي بتتفاعل معاهم يعني اللي ممكن تزود تأثيرهم او تقلل تأثيرهم وهنعرفهم مع بعض في الشرح وكمان بالنسبة للطعام فيعتبر ما فيش اصلا او يعني 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 العيان اللي بياخد هذه الادوية يقدر ياكل اللي هو عايزه كمان ان ليهم يعني لما ندي العيان القرس بيشتغل بسرعة تقريبا بعدها بساعة ولا حاجة لكن كمان بينتهي من جسمه بسرعة ودي زي ما قلنا ساعات بتبقى ميزة وساعات بتبقى عيب بتبقى ميزة لما تكون عايز تبدأ للعيان مضادات تجلد تدي تأثير فورا فعشان كده لما تدي للقرس الموضوع هيشتغل بسرعة وتأثيرهم هيزهر بسرعة فكده مش هنحتاج ندي معاهم هبرين مثلا مش زي الوارفرين الوارفرين او المريفان عشان بياخد ايام على ما يشتغل فلازم ندي معاهم في بعض الحالات هبرين لكن هنا مش محتاجين كمان لو العيان هيدخل عمليات او حاجة فاحنا نقدر نوقف هذه الادوية قبل العملية لان تأثيرهم قصير المدى مش زي الوارفرين لازم نوقف قبلها بخمس ايام لا هنا ممكن نوقف قبلها بيومين واحيانا اقل واحيانا ما نوقفش اصلا زي برضو ما هنعرف بعد شوي طب ايه هي عيوب هذه المجموعة احنا عرفنا مميزاتها ايه العيوب اللي فيها بقى رقم واحد عدم وجود انت دوت او مضادل تأثيرهم بشكل واضح ورسمي ومتوفر لحد الان يعني لو عيان نزف بسببهم فمفيش انت دوت او دوة معين محدد حتى الان اقدر استخدمه يكون متوفر يعني طبعا التجارب شغالة وفي بعض الادوية بيجربوها زي ما هنتكلم عنهم يعني بعد شوية لكن مفيش دوة واضح كده زي مثلا في الوارفرين يقولك ادي فيتامين كاف في الهيبرين ادي بورتامين سالفيت لكن هنا لسه مفيش دوة متوفر بشكل عام وبشكل واضح لهذه الادوية ولو ان ده ممكن يكون مش عيب اوي يعني لانه هم اصلا قصيري المفعول زي ما قلنا وهنعرف مع بعض برضو ازاي بنتعامل مع النزف لو حصل بسببهم بعد شوي العيب التاني ان مفيش برضو تحاليل محددة لقياس مستواهم في الدم انت عايز تعرف مستواهم في الدم مناسب ولا لا مفيش برضو تحاليل واضحة ومحددة في هذا الاتجاه لكن في تحاليل تانية برضو هنبقى نتكلم عنها ازاي نقدر نعمل بيها ونراقب تأثيرهم في العيان لكن بشكل غير مباشر كمان من العيوب ان سعرهم غالي هم ادوية جديدة ومازالت اسعارهم غالية لكن بدأت الشركات تدخل في التصنيع والاسعار بدأت تنزل ومع الوقت طبعا اعتقد ان هي هتنزل ان شاء الله كمان من العيوب ان مفيش خبرة كبيرة في التعامل معاهم يمكن ناس كتير ما تعرفهمش وحتى اللي يعرفهم لسه بيشتغل فيه من وقت قريب فعدم وجود الخبرة الى حد ما قد يكون عيب بخلاف الماريفان او الوارفرين اللي شغال من سنوات طويلة جدا يمكن ستين سنة او اكتر كمان من العيوب ان الادهرنس مهم جدا العيان اللي بياخد هذه الادوية لازم يلتزم بجرعتها كويس جدا سواء اللي بتتاخد مرة واحدة في اليوم او اللي بتتاخد مرتين في اليوم لان زي ما قلنا ان هم القصير المفعول فالعيان لو ساب جرعة واحدة فيعتبر اصبح فيه عرضة الى حد ما للجلطات وعشان كده لو عيان مهمل وممكن ينسى العلاج يوم والتاني وبتاع يفضل ان احنا نديله وارفرين او ماريفان ما نديلوش هزيه الادوية طالما مش ملتزم بالجرعات كمان من عيوبهم انهم لحد دلوقتي لا يستخدموا في لو عيان مركب صمام صناعي في القلب في حالات لو واحد عنده رجفان اوزيني بس فيه مشكلة في الصمامات او لو فيه مشكلة في الصمامات بتاعت القلب بشكل عام وكمان مش بنستخدمهم في حالات لو عيان عنده سرطان لا قدر الله ولا حالات ولو ان لحد دلوقتي التجارب شغالة عشان نشوف نقدر نستخدمهم في هذه الاشياء ولا لا يعني فيه حاجات اثبتت فشلها ماينفعش زي وفيه باقي الامراض اللي انا قلتها دي لسه شغالين الدراسات عليها ويمكن مع المستقبل يتم التصريح اننا نستخدمهم في هذه الانديكيشنز او دواعي الاستعمال طيب ايه هي الكنترا انديكيشنز او موانع الاستعمال بشكل عام ايه هي الظروف او الحالات اللي مديش فيها نيو اورال انتيكو اجنانز رقم واحد لو فيه اكتف سيجنفكانت بليدنج العيان بينزف بالفعل نزيف محترم نزيف خطر ماينفعش نديله نيو اورال انتيكو اجنز او كونديشنز اللي فيها هاي ريسك للبليدنج عيان عرضة للناس بشكل كبير زي العيانين اللي عندهم سيفير هيباتيك امبيرمنت عندهم فشل كابدي بدرجة شديدة كمان لو العيان عنده حساسية من الانواع نفسها يعني خد ريفيروكسبان او ايبكسبان وجاله حساسية مش هينفع نديه كمان مش هينفع نديه في الحمل ولا في الرضاع ولا في الاطفال اقل من 18 سنة لان الحمل مفيش دراسات مكتملة عليه لحد دلوقتي وفي منهم بيعبر بلاسنتا ويروح لدم الطفل زي والباقي لسه مفيش دراسات عليهم وكذلك الرضاع مفيش دراسات كافية لان الادوية اعتبر جديدة ولو انها من 2008 بس جديدة لان الدراسات بتاخد وقت طويل جدا عشان نسبة امانهم وكمان الاطفال اقل من 18 سنة ولو ان في كلام دلوقتي ان احنا ينفع نديه من 12 ل18 سنة لكن في العموم هي دي موانع الاستعمال كمان زي ما قلنا في حالة صمام صناعي في القلب ماينفعش في الحالة دي الورفرين او المااريفان هو الاصح كمان في مرضى الكانسر او السيرطان في الحالة دي لو مولوكولارويت هو الافضل كمان في حالات الفالفور اي اف زي ما قلنا رجفان اوزيني ومعاو مشكلة في الصمامات فبرده الماريفان او الوارفارين هو الافضل. كمان ماينفعش نستخدمهم في حالات سيفير هيباتيك امبيرمنت. عيان عنده فشل في وظائف الكبد بدرجة جديدة ماينفعش. كمان في حالات السيفير رينال امبيرمنت. حالات الفشل الكلوي الشديدة برضو ماينفعش. يعني لو العيان الكرياتينين كيليرانس بتاعه في وظائف الكلة حاجة بتتحسب اسمها الكرياتينين كيليرانس. لو كانت اقل من تلاتين ماينفعش ندي نيو اورال انتي كواجولانس. ولو ان بعض الادوية زي الريفروكسبان والابيكسبان ممكن نديهم لحد خمستاشر بتقليل الجرعات زي ما هنعرف بعد شوية. لكن في العموم يعني ماينفعش. كمان ماينفعش نديهم مع بعض الادوية زي ما قلنا لكن دي ادوية قليلة وهنعرفها مع بعض بعد شوية. طيب لو عيان بياخد نيو اورال انتي كواجولانس وانا عايز اعمله مونيترينج. عايز اعمله مراقبة لمستواهم وتأثرهم في الدم. اعمل ايه? زي ما قلتلك في معظم الحالات اصلا مش بنحتاج مونيترينج. احنا بنبدي الجرعات وخلاص. الا في حالات قليلة جدا. زي مثلا عيان عنده نزيف. بياخد هذه الادوية وعنده نزيف. عايزين نعرف. النزيف ده بسبب هذه الادوية ولا لا. او عيان بياخد الادوية وجاله فبرضو عايزين نعرف هما عاملين تأثير ولا لا. عيان لازم يدخل جراحة عاجلة جدا 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 جدا. فلازم نتطمن على تأثيرهم عشان نشوف هينزف في العملية ولا مش هينزف. عيان خابت جرعة كبيرة جدا وعايزين نعرف عملت مشكلة معها كبيرة ولا لا. عيان تاني عايزين نعرف هو في يعني بيلتزم بالجرعات بتاعته ولا مش ملتزم. ممكن نحاول نعمل التحاليل دي عشان نعرف. فزي ما قلتلك مفيش اختبارات محددة عشان نقيس مستواهم في الدم. لكن بنستخدم تحاليل اخرى عشان نوصل لحاجة زي كده. زي مثلا لو العيان بياخد ده بيجاتران. فممكن نعمله اي بي تي تي. او اكرين كلوتنج تايم. او دي ليوتو في رومبن تايم. فلو مثلا العيان واخد ده بيجاتران بعدها ب 12 او 14 ساعة. وعملت الاي بي تي تي. لقيته عالي اكتر من مرتين الطبيعي او الابر ليمت. ولقيت الاي كرين كلوتنج تايم لو متوفر عندك يعني اكتر من ثلاث مرات الطبيعي. ولقيت دي ليوتو ترومبن تايم برضو لو متوفر اكتر من متين. في الحالة دي يبقى لسه في تأثير للده بيجاتران. ويبقى فيه احتمالية للنصف. اما الادوية التانية اللي هي ريفروكسبان ايبكسبان ايدوكسبان. فممكن نعمل بي تي و اي بي تي تي. وممكن كمان نستخدم انتي اكتيفيتد فاكتور تين اكتيفتي. لكن لحد دلوقتي مش معروف الارقام بالزبط اللي نحكم عليها بالنسبة لهذه الادوية. وزي ما قلتلك الدراسات لسه شغالة ومع الوقت هنعرف ان شاء الله. لو جينا بقى نتكلم على ريفيرسل اوف اكشن او الانتي دوت. يعني لو عيان حصل معايا النزف الشديد بسبب انه يقرى الانتي كو اجولانس هنديله ايه عشان نوقف النزف. وهل فيه انتي دوت معين ولا مفيش. طبعا احنا قلنا مفيش انتي دوت متوفر حاليا بشكل رسمي كده. ولو ان الدراسات شغالة على حاجات زي مثلا اندكسنت الفا في حالات الريفروكسبان والابكسبان. ده تحت الدراسة حاليا. وفيه نوع اللي هو اداروسايزوماب ده تم التصريح به عشان الدبي جاتران. تم التصريح به فعلا بس مش متوفر لحد دلوقتي. طيب هتتصرف ازاي بقى لو عيان بينزف عندك وكان بياخد نيو اورال انتيكو اجولانس. زي ما قلنا ان الادوية دي قصيرة المفعول. مجرد ما توقف الدواء غالبا تأثيرهم سيزول بسرعة من الدم. فاول الحاجة هتعملها انك هتوقف الدواء. بعد كده تشوف لو ينفع تعمل على مكان النزف. يعني توقف النزف بطريقة ميكانيكية تقدر تحط في مكان النزف مثلا. او حتى يعني ممكن بالجراحة ندخل ونكوي مثلا المنطقة اللي بتنزف. او يبقى اعمل كده لو النزف جديد. كمان طبعا هتدي فليويتز وممكن تدي بلود. علق للعيان بتاعك محليل وممكن دم لو موضوع شديد. وفي الحالات الاشد شوية ممكن تدي فريش فروزن بلازما. او ممكن تدي بروثرومبين كومبليكس كونسنتريت. وفي بعض الادوية بيقولوا ممكن تساعدك في الموضوع ده ممكن اديها. زي وزي ما قلتلك في حالة لو عندك ادارس زي زوماب في الحالات الشديدة ممكن نديه. لكن في الغالب الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بتكون كافية ان شاء الله ونقدر نوقف النزيف لو كان بسببهم. لو عيان بياخد وهيدخل يعمل جراحة او عملية. نعمل ايه? نوقفهم ولا ما نوقفش. ونوقف امتى ونكمل امتى? بيقولوا لو حاجة بسيطة مثلا زي شغل اطباء الاسنان مثلا. او مثلا عيان هيعمل عملية مية بيضة. او مثلا هيعمل حقن في المفاصل. فالحاجات دي ما نوقفش اصلا الانتيكواجلانس. نكمل عادي. اما لو كان هيعمل عملية كبرى. هيعمل مثلا قلب مفتوح او هيعمل عملية في المخ او حاجة كبيرة. فنوقف نيو اورال انتيكواجلانس قبل العملية بيومين ونكمل بعدها بيومين. وفي بعض الاحوال لو الاجراء بسيط او الجراحة متوسطة ممكن نكمل بعد الجراحة باثناشر ساعة. وكده يبقى تكلمنا بشكل عام عن نيو اورال انتيكواجلانس. تعال كده ناخدهم واحد واحد ونقول نبزة مختصرة كده عنه. مسلا او الواحد اللي هو الدبيجاترين. ده ينفع يتاخد مع الاكل او بدون اكل. الجرعة بتاعته بتكون مرتين في اليوم. يعني في حالة الجرعة العلاجية في حالة نان فالفولار اي اف. بندي مية وخمسين ميلي جرام مرتين في اليوم. اما الجرعة البروفلاكتك الجرعة الوقائية بتكون مية وعشرة ميلي جرام مرتين في اليوم. وفي بعض الحالات الجرعة لازم تكون مية وعشرة ما تزدش عن كده. زي مثلا لو عياد بياخد فيرباميل او عيان اكتر من تمانين سنة او عيان وزنه اقل من ستين كيلو. الادوية اللي ممنوعة مع الدبيجاترين زي الكربيمزابين فنوتوين. فنوبربتال. درون درون. ما بنديش الدبيجاترين لو وظائف الكبد الانزيمات بتاعت الكبد اعلى من مرتين الطبيعي. النوع التاني اللي هو وده بيتاخد مرة واحدة في اليوم. وده بقى الوحيد اللي لازم تاخده مع الاكل. لازم تنبه على المريض بتاعك انه لازم ياخده مع الاكل عشان يزود امتصاصه. فممكن يتاخد اثناء الاكل او بعد الاكل بحد اقصى ساعتين. يعني لازم بعد الاكل مباشرة افضل. لو عيانها تدهوله عنده وكان الكرياتين كليورانس اكتر من خمسين يعني وظائف الكلاة بتاعته كويسة. ياخد عشرين ميلي جرام مرة واحدة في اليوم. من خمستاشر لخمسين بندي خمستاشر ميلي جرام مرة واحدة في اليوم. اقل من خمستاشر لا ينصح به. في حالة علاج دي في تي او بالموناري امبلازم العلاج. لو كرياتين كليورانس اكتر من خمستاشر بندي خمستاشر ميلي جرام مرتين في اليوم. في الحالة دي بنتدي مرتين في اليوم في الاول بس لمدة واحد وعشرين يوم بعد كده يبقى عشرين ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لو الكرياتينين كلييرانس اقل من خمستاشر ما بنتديش في حالة الوقاية للدي في تي او البلموناري امبلازم الحالة الوقائية برضو لو الكرياتينين كلييرانس اكتر من خمستاشر فاحنا بنتدي عشرة ميلي جرام مرة واحدة في اليوم ولو الكرياتينين كلييرانس اقل من خمستاشر مش بنتدي. الأدوية اللي ممنوعة مع الريفاروكسابان قدامك هي أدوية الـ HIV والكيتو كنازول وخواته مبنستخدمش الريفاروكسابان في حالة الفشل الكبدي اللي هي Child B أو C النوع التالت اللي هو الإيبكسابان ده بيتاخد مرتين في اليوم ولا يشترط مع الطعام أو بدون الطعام في أي وقت العيان يقته بس طبعا في المواعيد المحددة يعني الجرعة بتاعته في النان فالفولر AF بتبقى خمسة ميلي جرام مرتين في اليوم إلا لو كان الكرياتينين أكتر من واحد ونص أو العيان أكتر من ثمانين سنة أو وزنه أقل من ستين كيلو في الحالة دي بتبقى اتنين ونص ميلي جرام كل اتناشر ساعة في حالة علاج الفيناثرومبو أمبوليزم والبلموناري أمبوليزم بند 10 ميلي جرام كل اتناشر ساعة عشرة كل اتناشر ساعة لمدة سبع تيام بعد كده يبقى خمسة ميلي جرام كل اتناشر ساعة في حالات البروفولاكسز بتاعت الـ DVT أو البلموناري أمبوليزم الجرع الوقائية بتكون اتنين ونص ميلي جرام كل اتناشر ساعة وبرضو الأدوية اللي ممنوعة معاه كيتو كونازول واخواته الأدوية بتاعت الـ HIV كمان ريفمبسين كربيمزابين فنوتوين فينوبربتال مبنى الدهوش لو انزيمات الكبد أعلى من مرتين الطبيعي ALT وAST وأخيرا النوع الرابع اللي هو برضو ما يشترتش الأكل ممكن يتاخذ معه أو بدون الطعام الجرع بتاعته بتكون مرة واحدة بس في اليوم في حالة الفيناثرومبو أمبوليزم بلموناري أمبوليزم تريتمنت العلاجية أو حالة النان فالفولر ايف بندى العيان 60 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لكن لو العيان وزنه أقل من 60 كيلو أو الكرياتينين كلييرانس بتاعه من 15 إلى 50 في الحالة دي بندى 30 بس ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لو العيان بياخد كونودين أو أميودرون أو فيرباميل يبقى لازم الجرع برضو تكون النص اللي هي 30 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم لا نعطي هذا الدواء اللي هو إيدوكسبان في حالة الفشل الكابدي و لو عايز تعرف الجرعات بشكل مفصل أكتر شوف آخر أربع روابط هحطهم لك تحت دي الجرعات على ميد اسكيب تقدر تشوفها بالتفاصيل أكتر وإمتى نعمل تيتريشل إمتى نقلل عشان وزائف الكلا إمتى نوقف وهكذا التفاصيل الأكتر يعني في الروابط اللي هسيبها لك تحت و كده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة عن لو عايز حلقة عن الكنيليكن إمتى تختار النوع المناسب لكل مريض إزاي تشفت أو تغير من نوع لنوع تعمل إيه مثلا قبل العملية والحاجات الكيلينيكا للتانية دي اكتب لي في التعليقات وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضركم ترجمة نانسي قنقر